السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة شيف سهيلة اليوم ان شاء الله جيت نقدم لكم ترطة او تحلية كما بغيتوا تسميها صراحة كجل ديدة لديدة بزاف هنتم غتشوفوا معي المقادير و طريقة تحضير ديالها فعلا كجيارة اعابي دون كريمة سائلة اول شونتية خليكم معي من بداية الفيديو حتى الاخر بشرفة لجميع المكونات و قبل ما غدي نبدو في المقادير و طريقة تحضير كنطلب منكم البنات اللي يجازيكم بالخير إلا كنتوا في سلاة إلا شيعة إلا محتاجة في سلاة ولا في القرية الله يرحم لكم الوالدين قلوها ليه إلا خليوها ليه في كومنتر ولا أي عائلة اللي غادي تكون محشاجة غير في سلاة إنو أنا المصرحة ما سنخرج و بغيت كل ما اللي بنات تخليوا ليه كومنتر و تديروا اللايك باش يطلع عاد الفيديو هذا الناس اللي محتاجة فعلا والله و خاء يعني بالقليل ولكن الحمد لله يعني اللي قديس عليها غادي نعاون أي واحد يعني المقاديرات كما لحتوا بيضة و عندي هنا هي تقريبة ربعا مع القضية السكر كما قلت لكم البنات اللي يجازيكم بالخير حطوا غير لايك و كومنتر باش يطلع الفيديو للناس اللي بغين المساعدة و المحتاجين فعلا نحن رخوت طبيعة الحال يد في يد و لايحي لأنه الوباء اللي انو مقناش قدينا عليه فعلا أنا كتر من كتر من ساو عشرين يوم ولا سبعة و عشرين يوم ما كان خرش نهائيا صافي من بعد غادي ندر هنا تقريبا محضر بعد المعالق ديال زيت غادي نخلطه انتو ما كما لاحطوا غادي نخلط المكونات هدي عبارة عن طبقة جيلو كيك اللي كجير غزالة بزاف و غادي نضيفها بدون حليب ولا ياغورت انضيفها بالماء فقط غادي نمضع لها ثلاثة ديال معالق ديال الماء يكون من الروبيني بطبيعة الحال هانتو ما تلاحظوا معايا ان شاء الله سنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف كما كان نعودكم دائما و دائما النمر التليفون ديري غا تخليها تلقاها في صندوق الوصف سوف نحرك الكل بها الطريقة هذي جيدا من بعد غادي نجيب واحد الجزرة محكوكة و غادي نضيفها يعني هكا ندخلوها فلو كيك مكتبانش و امامتو كنستفدو ان الكيك فيها واحد لعنين فيتامين سوف من بعد هنا الجزر كيت وتنا بشكل كتير مع الكاكاو سوف ندروا ملعقة صغيرة من الكاكاو و اللي ناكن نقتصدو على الكاكاو يعني فقط هنا إلا كانت عندكم يعني ممكن يكتير ديروا ملعقة كبيرة مملوئة من الكاكاو إلا كانت هكا ديروا غين ملعقة صغيرة فقط سوف نخلطو هكا المكونات جيدا من بعد غادي نوضح الدقيق دقيق تقريبا هكا تستحشاج وحد الكاكاو وربع هكا كدير الدقيق الخاص بالحلويات دائما يكون منخول اكتر من مرتين باش هكا ما كيتكورش لنا وبكل سهولة كيتخلينا في القوام ديال لوكاكا دائما كنقول ها تبعو غين نصائح غا تصدق معكم مليون في المية سوف نخلطو الكل بطبيعة الحل ونقش تقريبا واحد الخمارة نقش شوية سوف كما لحتو الخمارة تقريبا نقش شوية كاملة نخلي واحد شوية كما لحتو سوف نخلطو الكل بطبيعة الحل حتى كنتحصل على قوام ديال لوكاكا اللي كيكون خفيف بشوية على اللي كنديرو بجينة هاد لوكاكا اسفنجية من بعد كما لحتو غا دي مقام السمره هكا اضافة ديال الدقيق بالملعقة ملعقة حتى غا دي نساليو هاد الكيميا ديال الدقيق اللي كنت لكم كاملة هانتو كما لحتو سوف من بعد غا دي نجيب الاطار اللي كيكون مربع قياس صغير كما لحتو المقادر قليلا يعني الاطار كفية 20 سنتيم ودك ساعتو ما ديرو لي بغيتو اما ديرو مربع او دائري او على شكل قلب او اي اي مول عندكم متوفر عندكم الحجم الكبير يعني دوبلو المقادر ديرو جيال البيضات سوف نقادلوا كيك هكا وهنايا غا دي ندخلها الفرن وطبنا تقريبا 1-15 دقيقة هانتو ما كما لاحظوا سوف من بعد غا دي نوجدوا طبقة ثانية كنت اضافة كسرون واحد نصف لتر من الحليب سوف نأخذ منه نصف كاس من الحليب و سوف نوضع الكيك من بعد ما طابت لنا بطبيعة الحل سوف نسقيوها ممكن تنسموها لديك الحليب بالفاني ممكن تنسموه بأي حاجة هنا عندي البودينج هنا البودينج اللي بنا ندير بحل الفلون بحل الشكل دي الفلون اللي نديره عندي طبيعة الحل هنا يعني غضي نستعمل الفلون دينا دي الشوكولة وما مرة يحتاجون ولا دي الكراملي ولا أي نكاة تحضر سكار وانا غضي نضيط هذا الفلون رب سوف ندير انظر الذي هو البردينج فيه يعني فيه اسكر وفلون وتقريبا واحد مع القادية نشا يعني انتو ما غضي تزيده مع القادية نشا او غضي تزيده مع القادية الدقيق او غضي تزيده مع القادية بودرة الكريم باتيسيا يعني هات ثلاثة إلي عندكم ديروا واحدة فيهم ما كيش مشكلة ركا تجي لبنات غزالة بثاف كيما لحتو انا ما ضفتش يعني هاد السكر لأنه ذاك البودينج فيه السكر البودينج راه هو الفلون كيما قلت لكم البنات هنتوما كيما لحتو قبل ما غادي تغلالنا الكريمة والحليب بقي بارد غادي نضيف واحد لعلبة دي البيسكوي اللي بطبيقة الحل يعني هرمشتو كيما لحتو وغادي نضيف يعني غادي نضيف يعني غادي نضيف اما بدوق ديال الكوك او بدوق ديال اي اي حاجة ممكن دروه حتى اوريو اي حاجة كتفضلوها يعني ما كيش مشكلة صافي من بعدها انتوما كيما لحتو ما بردت لي هادلو كيك هادي سرحة كتجين سفين جيه وحاولو غيب شوية كتفقد تهرس غادي نقلبها على الوجه ديالها باش يجيني الوجه مسطح انتوما كيما لحتو وصافي كنا نرجحها نفس الايطار هانتوما ونقبض نقعدها صافي من بعد ما نسجمت لي الكريمة لات الشكل هادل غادي نزيد فيه شوكولة يعني هذا اختيار كما قلت لكم هادل 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 وكانت تبقى لي شوية من هذا الكراميل ساعة ما كفانيش انني باش ندير ذلك الخطوط يعني ما كفانيش تلخر يعني زين تباقي ذلك البلاثة و لكن في الاخر سنتدركها برد زين الكوكو و سنتدل لها خطوط من شوكولا طبعا انتم كما رحتوا سنتديرها في ايطار انتم ممكن لحجر ممكن لخروج لاوالوش كانت عندي واحد البلاطو البلاطو ديال الحلوة و من بعد شديته قطعته و اضعت فيه الحلوة ديالي ممكن لانكم شي طبصل يكون هكا انكم تطيروا ما كيش مشكل صافيو هنا جبت هنا اضرت الكوكو اللي كنت حضرت معكم اللي صوبتو كانت بقليم واحد الحلوة شديته و احتفت فيه في اللاجة و من يبغيتو دابا جبته يعني انتم كما لاحتو و كانت عندي واحد شوكولا للدهن و صافيو اضرتها جوية في البلاستيك و صافيو من بعد اضعت خطوط كما قلت لكم بسيط جدا اضعت خطوط اضعت خطوط اضعت خطوط اضعت خطوط بسيط جدا اللي بحكة بشك تجيزوينة في المنظر و صافيو ولكن اضعت خطوط اضعت خطوط اضعت خطوط اضعت خطوط اضعت خطوط 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 اضعت خطوط